ما تستهنش بالله أنا بيقولك ده وعشان كده أشنع أنواع التسلط لما يكون التسلط والشدة والعنف في تعليم الأولاد العبادة زي ضرب الأولاد مثلا بقصوى عشان ما بيصلوش أو ضرب البنت عشان الحجاب ما تستعجلوش بس ما تفهموش الأحاديث بشكل مخطئ علموا أولادكم الصلاة اللي سابع ودرومهم عليها وهم أبناء وقعش الضرب هنا مش ممكن يكون الضرب اللي أنتو بتعملوه لأولادكم اللي بيكسر نفسيتهم وبيزلهم وبيهنهم زي ما برضو احنا فكرنا أن الضرب بتاع السلطة هو نفس الحكاة دي يا جماعة هو إبراز لعدم الرضا ده عدم رضا لأن سيدنا عبد الله بن عباس لما بيفسر الكلام ده بيفسر الكلام ده عشان الناس تفهم لكن ما ينفعش أن احنا نعمل ده مع أن الحجاب جاي على فكرة يسون كرامة المرأة فالأنت لما تكسر المرأة بقى وتزل المرأة هتفهم إيه فإزاي هتفهم البنت أن الحجاب جاي وهو رمز للكرامة وإنت بتدوس على كرامتها بالضرب كل ده بينفر الأولاد من دين الله ومن المعاملة مع الله حضرة النبي علمنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي ستين عائشة يا عائشة ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانا فيه أباء بقى هيقولوا بس ده اللي احنا تعلمنا وعملنا احنا عناعمل اللي احنا تعلمنا علمونا أن احنا نترعب من ربنا ونحطه قدام عينينا دايما نخوف من عذاب القبر نزاك الخطاب الديني لأهل التدين الكمي كان سبب من أسباب ميول الشباب للإلحاء والتمرد عن الإله ليه طيب يعني هم عقولة أن أنا عسيب النعيم اللي أنا فيه ده والتعلم والحكمة دي وروح لهذا الرعب معقول الدين ده اللي مفروض جاي رحمة يكون فيه كل هذا الرعب لما التدين الكمي حول الدين إلى فيلم رعب عند الأولاد عايزي الأولاد ايه ولذلك أنا عندي 80% من حالات أن أنا تعاملت معاها كلهم كانوا بيقولوا ايه كلهم كانوا بيقولوا احنا نشأنا في هذا التدين الكمي وأهلينا ربونا على أن ربنا إله متربص متربص بينا طيب إذا كانت الدنيا فيلم رعب والقبر فيلم رعب والأخلى فيلم رعب مش عايز فيلم الرعب ده كل واحد يقول لي طب وإحنا مش هنخليهم يخافوا من الله آه يخافوا من الحبيب مش يخافوا من العدو هو ربنا امتى كان عدو للبناء من مين امتى كان ربنا عدو للمؤمنين امتى ربنا كان بيتربص بالمؤمنين هنعمل ايه في قول تعالى الله لطيف بعبادي قال لي مش لما يبقى عبد وانت بتتلقق عشان تخلي الولد مالوش علاقة بربنا مش لما يبقى عبد الأول يبقى ربنا لطيف فيه لا ربنا لطيف في العبوده بالعباد جميعا فأول حاجة التسلط الشديد ده تاني حاجة بقى الصدمة في الأقربين أو في الرموز بعض الأبحاث اتكلمت على أني الصدمة في الأقربين والرموز أحد أهم أسباب التشكق والميل إلى التمرد على الله أنا بحب كلمة التمرد على الله أكثر من كلمة والتمرد على التدين أنا بحب كلمة التمرد على التدين والتمرد على الله أكثر من الحال الصدمة دي في الأب مثلا ولو كان بيعمل عمل غير أخلاقي مثلا أو ارتكب إثم كبير فيحصل لأولاد صدمة آه لو قبله رجل ظاهر ومتدين مثلا أو بيتكلم في الدين فطلع مرتشي أو بيأكل أموال للصدقات فبيتصدمه ويتزعزع إيمانه ويحسوا أن ربنا والدين ده مش حقيقي ولذلك مهم جدا أن رب أولادنا من هم وصغيرين أن ربيهم على أن البشر مش صفتهم العصمة وأنهم ممكن يعني فكرة يتوبوا والله سبحانه وتعالى يقبل توبته يعني لو أن الأب ما قعدش يهاتي ويرفض أنه هو وقع في الخطأ وجيه واعتذر وتبقي إلى الله سبحانه وتعالى هيبقى فيه فرق كبير ولذلك احنا لازم نعلم أولادنا فيه فرق أن انت تتخذ رمز وفيه فرق ما بين المعنى وعشان كده لما الرمز هيسقط فالمعنى ما بيسقطش فالرجل اللي احنا توسمنا فيه الخير ممكن يكون رمز للدين لكن هو أكيد مش هو الدين تلت حاجة زعل من ربنا بقى أوقات الأولاد بينشاؤوا في بيئة فيها نوع من أنواع المعاناة زي أن أحد من الأولاد أصيب بمرض عضال أو أنه يفقد حد منهم أو إن لو كانت الأسرة فيها تفكك وعنف أسري أو لو كانوا متأثرين بالمعاناة اللي بتحصل حوالينا ما أنتوا شايفين الحل اللي حوالينا بيعملوا إيه في المستضعفين المجرمين فيكون جواهم زعلنين زعلنين إن الصهينة المجرمين بيعملوا كده فيسألوا ليه؟ ليه ربنا؟ ليه أخذ أبويا مني؟ أو عارف إن أنا أكتر حد بحبه؟ ليه ربنا سايب أهل فلسطين كده؟ إزاي يكون هو أرحم الراحمين؟ وفي نفس الوقت سايبهم يتعذبوا العذاب ده؟ ودي مهمة شيخ عالم حكيم يفق ليهم التناقضات اللي حصلت في أزانهم دي ويعلمهم إزاي يقروا الأحداث الصعبة في الحياة وإن الأحداث الصعبة في الحياة مش جاية للتعذيب ولكن جاية للترقي والتفهيم جاية للتهزيب وجاية للتعليم وإن الحياة مش وقفة عند النقطة دي الحياة هتكمل وحتكمل بمدد ربنا يابا أمم حصل لها كده وحضرت أنه بيعلم الناس الدرس ده إن هم يستمروا إحنا مستمرين مستمرين ومحدش هياخد لأرض ولا عرض إحنا مستمرين محدش هيقدر أبدا يتجاوز معانا إحنا مستمرين ومتمسكين بأرضنا ومتمسكين بأرضنا وعنفضل عشان معانا ربنا بس إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم الدرس إحنا في مدرسة كبيرة ربنا بيعلمنا فيها والدرس مش معنى إن هو صعب إن الدرس مش مفيد ولا معنى إن الدرس صعب إن هو جاي عشان يزلنا إحنا سبتين ومحدش أبدا عايز عزعنا ولذلك لازم نعرف أولادنا إن زعلهم ربنا ده زي زعل التلميذ من المدرس ما تزعلش ده عايز يعلمك عايز فهمك عايزك تقوى عايزك تفضل ثابت عايزك تفهم إن النصر مع الصبر لازم تفهم إن النصر مع الصبر ليه؟ لأن النصر لما يجي مع الصبر تحس بقدي إيه مدد ربنا وتحس بقدي إيه أنت إنسان قمت بوجبك لكن لو جالك النصر من غير ما تعمل أي حاجة سهل إن أنت تفرط في أرض ولا سهل إن أنت تفرط في عرض ترجمة نانسي قنقر